ما هي خطورة المنشطات الجنسية؟ الفيديو ده نزل من فترة كده وجي تحت مجموعة من الأسئلة وجوابت على بعضها وبعضها ما خدتش بالي منها وما جاوبتش فالنهاردة نجاوب إن شاء الله على جميع الأسئلة عشان يبقى خلصنا إيه الوجب اللي علينا وأهلا بيكو سهلا السؤال الأولاني من أخ كريم اسمه سامي الفيل يعني يا جماعة لازم نشوف الفيديو وزود السرعة بتاعت التجريل وإلا هتزهق واتنسى إنك بتتفرج على الفيديو ليه ماشي يا أخ سامي على كل حال نعتذر لك عن وقتك السمين اللي ضاع مع الفيديو عشان وعشانك وعشان الناس اللي زاع حضرتك المهمة قوي الوقت عندها عملنا فيديوهات اسمها دقيقتين وبس بس يا رب بقى تكون فعلا إنسان مهم ووقتك مهم ما بتروحش تضيع ساعات طويلة في الهالس والكلام الفارغ فيه أخي هنا رد ايه الصح إنك تزود سرعة الفهم عندك ومش سرعة الفيديو طيب واحد رده واني يابتا لكن على كل حال أنا ما هفضلش أو ما حبش حد يرد ويحرق حد من المتابعين إحنا بنحترم الناس كلها وما نعرفش ظروف الناس إيه السؤال اللي بعد كده عبدالله ابن عبدالله هل أجت ميت مستغفر استغفر رات إن شاء الله تلاقي مليون مستغفر مش مية بشت أهلا بيكو سهل السؤال اللي بعده أحمد الغزولي والله أنا في طسط من الضحك ماشي يا سيدي الحمد لله إنك ضحكت الحمد لله إن احنا عرفنا نبسوتك يعني اللي بعد كده سلومش رمري أكثر التأثير نفس يمكن بتتكلم على الضعف الجنسي أو حاجة زيك يا دكتور اتكلمت كتير مين ده أبو رامي العساوي يا دكتور اتكلمت كتير وما دخلتش في الموضوع طالت الوقت مش أكتر خيره كلامي مقلة وده اللي أدخل في الموضوع إحنا في عصر السرعة ماشي يا سيدي ممكن احتمال بقى الفيديو ده كنت أنا نعسان شوية ولا واخد راح تعملها دردش بقى وسولف وحاجات زي كده مش واخد بالي فحقك علينا وإحنا عملنا زي ما بقول زي ما رديت على أخونا السابق إن احنا في فيديوهات سمادئتين وبس تبقى تركز في إنك تشوفها عشان ما تزهاش لأن في أحيانا الواحد يعني مش كمبيوتر مزبط نفسه بالتوقيت الواحد هو بيتكلم وحسب ما بيطلع الفيديو أحيانا طلع طويل أحيانا يطلع وسير أحيانا يطلع مسلح أحيانا يطلع ممل حسب زرافها بقى فحقك علينا يا بورامي مهاروشي الاسم الصعب شوية بالله لو تكرمت يا دكتور هلال في فيديو سابق في بداية السنة تكلمت عن علاج معين من كذا 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 التهاب الكبد الوباء نهائي وليه قريب عزيز عليها مصاب بهذا المرض وهو شاب في العشرينات انتقل له المرض من والدته لأنها حملة للفيروس بدون ما حد تعرف خطورته يعني تنقل المرض من والدته ليه رجاء إذا نزل عليك حسب ما توقعت أنك تبقى تعمل فيديو أكيد أكيد أنا يسعدني أن أنا أول واحد بس المهم ينزل العاج وأكون أول واحد يبشر الجميع ده حاجة أتمنىها يعني الحاج سوالم إيه حل لعلاج سرعة القصف علاج سرعة القصف إن شاء الله في فيديو مفصل هينزل عن هذا الموضوع لكن أحب أقول هنا باختصار أن علاج سرعة القصف 90% منه بيبقى بإيد الشخص نفسه وأنه بيتدرب على طريقة معينة أو طرق معينة بحيث بعد كده بيبقى تلقائيا عنده سرعة القصف مش موجودة أو بيتحكم في الوقت اللي يقذف فيه والدليل على كده إن سرعة القصف منتشرة تحت سن الخمسة وتلاتين يعني في الشباب الواحد لما بيكبر شوية بيبقى عنده القدرة على إنه يتحكم في وقت القصف معناها إن الأمور تدريبه لكن طبعا فيه خط آخر من العلاج بيشمل دواء كيميائي اللي هو خطين خط بيشمل أدوية الاكتباء بالنفس بعضها اللي هي سيروتونين ريليز انهيبتورز أنتي سيروتونين ريليز انهيبتورز وأدوية أخرى اللي هي زي الفاجرة والسالس كل دول بيستخدمه في علاج سرعة القصف ولكن أنا لا أرشح استخدام الأدوية وإنما أرشح إن الشخص يقوم بعلاج نفسه باتباع الطرق اللي هنبقى نشرحها فيه ما بعد حمد ايتش هل ده بيسأل بيقول هل السالس خمسة مليجرام يسبب التعود مع الوقت وهل أستطيع استخدامه يوم بعد يوم السالس خمسة الخمسة دي جرعة خمسة مليجرام جرعة بسيطة اللي في السوق عادة كمنشط جنسي هو عشرة مليجرام وعشرين مليجرام خمسة مليجرام جرعة بسيطة وليها استخدامات طبية وما بتسببش التعود ولا حاجة يعني ما فيش مشكلة إذا استخدمتها يوم بعد يوم بعد كده أحميد جميع يا دكتور بعد إذنك أدوية الانتصاب مش بتأثر وترفع الأداء مع كل الناس ايه الأسباب فعلا أدوية الانتصاب مش كل الناس بتستجيب بنسبة 100% معها وبدليل إنه ممكن أدوية فعالة ومعروفة ومشورة زي الفاجر والسالس فيه ناس تيجي تاخدها وتقول والله ما عملتش تأثير وده الأسباب لأن هذه الأدوية بتشتغل على إنها بتنشط إنزيمات معينة في الجسم بتمنع الإنزيمات التي تسبب تصرب الدم مرة تانية أو منع تدفق الدم في الأوردة المغزية في الأوردة المغزية للقضية وتسبب انتفاخه بالدم فبالتالي لو الجسم نقصه هذه الانزيمات عشان تتكون الجسم محتاج يكون فيه احتياجاته من المغزيات المعادن والفيتامينات المطلوبة عشان تكوين الإنزيمات والهرمونات المطلوبة فإذا كان الجسم نقصه هذه المواد طبعا الاستجابة ما بتكونش مية في المية أما في الشخص اللي جسمه كامل من ناحية احتياجاته الغذائية فيه كل شيء بيبقى بيستجيب بنسبة مية في المية ولذلك أنا دايماً بدعو اتباع أسلوب حياة صحي عشان جسمك دايماً يبقى فيه كل احتياجاته من المعادن والفيتامينات والمغزيات الضرورية سلوم شمري بيسأل دكتور هلال مرحباً ممكن تفيدنا من خبرتك للأدوال التي تؤخر سرعة القصف لو سمعت الإجابة في جاوبتها على سؤال الأخ سابقاً في نفس الفيديو يارايد ترجع الفيديو وتسمع الإجابة بتاعته سؤال من نسيم سايمي السلام عليكم دكتور هلال أنا من الجزائر وتابع دايماً قناتك الرائعة سؤال هل المكملات الجنسية فعلاً تزيد من طول العضو الذاكري وهل أغذها لمدة ستة أشهر سيجعل الخصطين بعدها عاجزة عن انتاج التستسترون شكراً إذا كنت تقصد المكملات الغذائية اللي هي محفزات انتاج التستسترون المحفزات الطبيعية اللي بتساعد الجسم على أنها تنتج التستسترون فهي ليس لها تأثير على قدرة الخصية على انتاج التستسترون لكن إذا كنت تقصد علاج التستسترون المباشر إذا كان على هيئة حقاً أو على أي صورة أخرى من التستسترون اللي بندخله في الجسم بشارة فهذا طبعاً بيؤثر على قدرة الخصية فيما بعد على انتاج التستسترون وبتؤثر على ذكورة الرجل ولذلك أنا بنصح دايماً إن محدش ياخد تستسترون حقاً أو باتشز أو أي شكل من الأشكال بمفرده بدون استشارة طبيب متخصص في هذا المجال عشان ما يقزيش نفسه وهنا تحت هو بيصحح المعلومة بتاعته أو بيقول لي بيشرحها بيقول الأدوية اللي هي مثل الفيجريكس إكسرا وإكسرا سايز ومال إكسرا وحاجات زي كده يعني منشطات جنسية اللي يقصدها المنشطات الجنسية بصفة عامة ما بتأثرش على الخصية وعلى انتاج الحيوان المنوي أو على التستسترون مستوى في الدم لكن اللي بيأثر هو إن الواحد ياخد تستسترون مباشرة بعد كده هارم حاتم سؤالي بالنسبة لمرض ارتفاع لمرض ارتفاع الضغط ما هو البديل عن المنشطات الجنسية في حالة القصف السريع وشكرا بالنسبة لأمراض قلنا فيه فيديو جاي إن شاء الله يرد تتابع هيكون فيه شرح لسرعة القصف وعلاجه لجميع الحالات أخونا اللي هو مهاروشي شكرا شكرا دكتور هلال معلومات قيمة بعرض ممتع وسهل الاستعاب يعني الناس بتختلف بتقولك العرض ممتع وسهل الاستعاب وأخونا سابقا بيقول زهقت الناس بتختلف وصعب إن الواحد يردي جميع الناس صراحة إذا كان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام استطاعش أن يردي جميع الناس فما بالكم بالأشخاص العاديين اللي زي حالتنا لكن بنبذل أقصى جهد إن احنا نرضي الجميع إن شاء الله أخونا حمود الأسادي هل هذا التحذير يشمل فيجريكس بلاس الاجابة طبعا بيشمل جميع المنشطات الجنسية وإحنا قلنا المنشطات الجنسية جميعا ليست لها أضرار بالغة ولكن لما الإنسان ياخد عن جهل ويكون بياخد أدوية أخرى متعرضة معه ربما يعرض نفسه للخطر ده المفهوم يعني بصفة عامة فالواحد يكون واعي وفاهم كويس أو ياخد الحاجات دي تحت إشراف طبيق الأخت فاتي 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 ديتك عندها سأليل سألول تانسولي في الفم والمهبل وبتقول هل ده دليل على الإصابة بالسرطان والرغم اختفاء كذا أكون معدية بالنسبة للسرطان مش كل سأليل بتانتو جعنا سرطان قول فقط نوعين اللي هو 16 و 18 ولذلك اللي عايزة تعرف بتاخد خزعة منها وتعمل تحليل البابسمير اللي هو تحليل أنسجة وتشوف نوع الفيروس ايه ولذلك كل الستات تقريبا بيوصق أنه جميعهم بعد سن معين أنهما يعملوا البابسمير بشكل دوري كل ست شهور أو كل سن عشان يعرفوا مبدئيا أو مسبقا إذا كان عندهم أنهما عرضة لسرطان عنق الرحمة ولو تعرف طبعا بيقدروا ياخدوا علاجات معينة تمنع ظهور هذا السرطان عندهم قرنات المواحد بيسأل معتمد جهاز فيه جهاز معين كوبس اي اربعة 11 بمعتمد لإجراء تحليل الايدز ارقل اجابة الاجابة أن انت يعني هذا جهاز كوبس طبعا بتاع تحليل الايدز معتمد وبعدين انت بتروح لمختبر كويس ومعته كويسة بتعمل التحليل بقدر نظر عن الجهاز اللي هم بيستخدموه اخونا علي احمد احمد سبعة الخير دكتور هلال عنوان حضرتك فيه ان شاء الله تقدر انا معك هنا على اليوتيوب اي حاجة انت عايزها احنا تحت عامك وإلا بقى زي كنت عايز تجينا الايدة وتنفعنا ده حاجة تانية اخونا تشيب بارد بيقول هل المناشطات الجنسية تؤثر سلبا على جودة وحركة الحيوانات المنوية هل تؤثر على خصوبة الرجل هل تمنع المناشطات الحيوان المنوية من تلقيه البيضة لا المناشطات الجنسية ما بتأثرش سلبا على الخصية ولا بتؤثر على خصوبة الرجل لان ده سكة وده سكة ده كسكة هرمون التستسترون وده سكة تانية خاصة بضخ الدم في الاوعية الدموية يعني ما لهاش تأثير طيب يا دكتور ده وتاكو وسان طيب يا دكتور الله يرضى عليك هل اترك قدوية القلب اليوم اللي همه الساعة لشهرين اليوم واحد ثم استخدم حبوب الفياجرة ممكن جواب الله يرضى عليك لا طبعا ما يفعش لازم ترجع للطبيب المعالج اللي بيعالجك لامراض القلب وتستشيره وتاخد رأيه ده الكلام الصحيح والسكة الصحيح سؤال من حمود الاسدي انا شاب عمري 25 وعاني من سرعة ضعف الانتصاب وسرعة القصف ومقبل على زوج ما العلاجة اللي تنصحني به غالبا بيبقى مربوطين مبعض ضعف الانتصاب وسرعة القصف وده ليه اسباب يعني اللي عنده ضعف الانتصاب ممكن يعاني من سرعة القصف انا سبق اتحدثت عنه باختصار في نفس الفيديو ارجع شوية وان شاء الله في فيديو قادم هنتكلم فيه بالتفصيل وقلت ان العلاج بيشمل خطين خط علاجي دوائي وخط اخر وهو علاج سلوكي وعلاج تبارين وامور نفسية تزبط الموضوع وتسعين في المية من علاج سرعة القصف هو بيد المريض نفسه انما ضعف الانتصاب ده بيبقى ليه اسبابه والعضوية اللي بتتعالج برضو وممكن الادوية اللي هي زي الفاجرا والسهلس وما الى ذلك بتعالج ضعف الانتصاب وبرضو بتعالج سرعة القصف ده السؤال الاخير من احمد عادل اذا كدكتور ممكن طريقة للتواصل معها يعني احنا جاوبنا على السؤال ده كتير جدا جدا وكلكم عارفين ايه الطريقة اللي انا بفضل التواصل بها وهي عن طريق هذه القناة او عن طريق الموقع بتاعي dr-hilal.com فاللي حب هنا او هنا اهلا بيكو وسهلا كده وصلنا لجميع الاسئلة اللي نزلت تحت هذا الفيديو اللي كان بعنوان مخاطر المنشطات الجنسية وجاوبتوك عليها واي واحد عايز سؤال ما ترددش ان يحط سؤاله تحت الفيديو المخصص بموضوع سؤاله عشان اعرف اجاوبكو عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة